مرحبا بكم سهلا من جديد مشاهدين الكرام وإلى المحطة الحوارية الأخيرة في برنامجنا لهذا اليوم وحديث حول مبادرة مشروعي الصحية التفاصيل وغيرها بوجود عضوة الفريق ميعاد بنتم صبح السنانية مرحبا بكم سهلا ميعاد وصباح الخير صباح النور وصور مرحبا بكم سهلا عزيزة وعدها في وجودك اليوم معنا في قهوة الصباح السلام ما قصر مبادرة مشروعي الصحي فكرة المبادرة مباشرة أول حاجة نتعرف عليك أول شي طبعا فريقي السنو طبعا يقصد به بالعربي اللي هو نعم للمعرفة طبعا الفريق يتمحور فيه ثلاث أهداف رئيسية جميل اللي هو الهدف المعرفي والهدف المهاري والهدف السلوك هذا الفريق اللي بأسس هذه المبادرة صحيح؟ أجل ممتاز جميل طبعا نحن قررنا أنه دام حقر ومدر إيش نسوي فعاليات للناس ومجاسين في بيوتهم فبالتالي تقدموا لهم بعض الحملات بعض المبادرات اللي يستفيدوا منها وهم موجودين أساسا في بيوتهم ما يكتير يطلعوا نظرا للجائحة صح وبسبب أن الصحة قدا مهمة للشخص بالضبط بالضبط وخاصة في مثل هذه الجائحة في نوع من التوتر من القلق من كل شيء واحد لو يصاب حاجة بسيطة يصبح عنده نوع من الوسوزة في هذا الجانب فأنتو إيش قدمتوا بالضبط المبادرة هذه؟ فقرر الفريق أنه نشر المعرفة والسلوكيات حول هذه الصحة أو هذه المبادرة وذلك بسبب أهمية الصحة وغير كذلك أنه لازم ندعم المشاريع اللي تقدم أشياء صحية المبادرة هذه المشروعي الصحي لجائحة كورونا فقط أو لا بشكل عام تفكي المونتشون؟ لا هي بشكل عام بس يعني حبينا نستغلها في هذه الأوقات بزيادة كيف نفذت هذه المبادرة؟ هي ما تبدأت بالضبط معها؟ بادي تقريبا في بداية شهر ثمانية ممتاز فقرر الفريق مازالت مستمرة؟ أكيد مستمرة جميل فحاولنا أن يعني هذه المبادرة الحين كيف تنفذتها؟ يعني أونلاين؟ يعني إلكترونيا أو ما فكرتها بالضبط؟ أيو وذلك بسبب أنه تعرفنا على ذهبنا إلى المراكز الصحية حلو ليش رحتم المراكز الصحية؟ بسرعة لنقدم معلومات صحية نقدم بوسترات للمرضي الموجودين أو المراجعين للمستشفيات قصدك؟ أيوة جميل عشان نوعيهم ونصحيهم أكثر وننشر الثقافة بينهم كيف شفت التفاعل من قبلهم؟ حصلنا تفاعل وتقاوب جدا ممتاز وأغلب الناس ويد حبوا الفكرة وتفاعلوا معنا بشكل كبير كنتوا تقدمون بطاعتهم منشورات معينة بالشرح؟ أو ما بالفكرة؟ ما بس تفرقنا على المنشورات لسنا نحاور معاهم ونكلمهم ونسألهم ويش مثلا الواجبات الصحية اللي يهتمونها؟ ما بس تهمينا في الواجبات الصحية ويهتمينا أيضا في الرياضة لأن الرياضة جدا مفيدة لقسم الإنسان حصلتهم مقتنعين بالفكرة أو البعض قد يكون ملتزم والبعض الآخر ما ملتزم؟ بالعكس حصلنا عدد كبير ملتزم وخاصة في الفترة في فترة كورونا في فترة كورونا حصلنا دعم كبير حصلنا تفاعل كبير من معاهم وبالأخص عندما سألنا كم عندما سألناهم حصلنا تفاعل أننا مخصصين وقت كم سألتهم؟ سألناهم كم وانتقلت إلى محور آخر سألتهم كم سألناهم عن الرياضة هل هم مواصلين في مسألة رياضة مواظب عليها أم لا بسبب كورونا وموجودين في البيت إذن لا لا يطرعوا لا بالعكس حصلنا نحن عرف من الصلاة الرياضية مسكرة لا بالعكس في مخصصين أوقات في المشي مثلا ساعتين ثلاث ساعات مثلا أكثر الناس تسوي رياضة في وقت المغرب والبعض على الفكرة اشترى بعض الآلات الرياضية وصار عامل جيم خاص رياضي داخل البيت وهذه من الأشياء الجميلة أيضا من قبل البعض حقيقة لكن أيضا ميعد خاطر أعرف اللي حاب يعرف تفاصيل هذه المبادرة وين يقدر يحصلها؟ عندكم حسابات مثلا في السوشال ميديا في معانا في تويتر في معانا في الاستجرام نزل في اليوتيوب أيضا عندنا قناة في اليوتيوب طبعا قناة والاستجرام والتويتر كلها باسم الفريق فريقي السنو طيب الحين أريد أعرف من خلالك روح الفريق الواحد لهذا الفريق وأنت تقدموا كل هذه المعلومات وكل هذه البيانات كل هذه الحيتيات بشكل تطوعي من قبلكم بدون أي مردود مادي كيف تصفي للمشاعر في هذه اللحظة؟ طبعا أغلبية الفريق طبعا حاب هالشيء بذاته ودائما يطرحون أفكار كل فكرة أحلم من الثانية فنحن نحاول أن نطبق كل الأفكار لا نرد ولا فكرة من الأفكار التي طرحوها أنتم فقط فريقكم قام على هذه المبادرة قدم هذه المبادرة أو لديكم فعاليات وبرامج ثانية أصلا؟ في مبادرات ثانية مثلا في السبوع سبوع كامل نتكلم مثلا عن نوع من الأمراض نوع أي مراض يعني مخصصي السبوع كامل عن مراض وغير كذلك في عندنا مبادرة ثانية مثلا مبادرة قرب مبادرة السلامة والمرور مبادرة صوتك واصل طبعا هذه مقدمة كل شهر مبادرة كل شهر مبادرة وموجودة في كل حساباتكم صحيح؟ موجودة في كل حساباتكم فريقكم من كلية معينة في السلطنة أو لا من مختلف أساسا الكليات مختلف الجامعات مختلف أفراد المجتمع من مختلف أفراد المجتمع يعني ما مخصص على فئة مؤينة أو جميل أنت طالبة صح؟ أين طالبة في الضبط؟ طالبة في كلية مزؤون طيب كيف تصفيلي أيضا استفادتك بوجودك في مجال العمل التطوعي ودخولك لفريق يقدم مختلف الفعالات في برامج ما الذي أضاف لك أنت شخصيا؟ كسؤال أخير أضاف لي طبعا واحد أشياء أضاف لي إلا منها أن أنا حافظت على صحتي بزيادة تعرفت على أشياء ما كنت أعرفها أبدا رحت فعاليات وقدمنا وائد أشياء قدمنا مسرحيات قدمنا فعاليات في الموق تقدمنا فعالية في شهر ستة ممتاز في اللي هي عمان رن وقدمنا عن المخدرات سونا مسرحيات وكذلك وحسيت أن الجميع تفاعل معكم وأتجاوب أيضا مع كل هذه البرامج شكر لك وشك أيضا لوجودك اليوم معنا في برنامج قهوة الصباح وكيد تحياتنا لكل أعضاء الفريق لهم فردا فردا كل التحايا العطيرة ميعاد بنتم صبح السنانية ومبادرة مشروعي الصحيح حديث جميل كان حول هذه المبادرة مشاهدين الكرام وفاصل بعده نواصل وفاصلوا بكم على صحيح اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة